شكرا لمعلقنا كابتن على بتولي شوط أول ينتهي بتأخر الأهلي بهدف أمام الأخدود السعودي الهدف جاء في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم الروماني فلورين تناسي من خطأ دفاع لينفرد بمصطفى شبير ليسكنها في شباك مصطفى شبير ليتقدم الأخدود السعودي على النادي الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 21 كابتن أسامة عربي شوط أول ينتهي بتقدم الأخدود السعودي الأخدود السعودي دخل مباراة بشكل أفضل من النادي الأهلي في نهاية الشوط الأول تدارك النادي الأهلي بدأ يفرد سيطرته شفنا فرص من خلال التزديدات شفت الشوط الأول إزاي زي ما انت قلت يا أسامة ما في الشك احنا تكلمنا في الموضوع ده قبل المبرامة تبدأ أنه في خمس ناشئين موجودين ومعظمهم في الخط الخلفي فيحصل شوية عدم تجانس شوية الأمور مش هتبقى متزبطة 100% ولكن النجاح أن تنجح في أن واحد أو اثنين أو ثلاثة يثبتوا جدارتهم يعني فرية الأخدود بتلعب بتشكيل متكامل بتاعها اللي بتلعب بيه في الدولة السعودي فهم أكثر تنصيقا في الأداء وطريقة الاستحواز والاستلام والتسلم كانوا بيضغطوا ضغط عالي الأول مش شارس قوي لكن يعني إلى حد ما كانوا فيه تنظيم أكتر قدر فلورين يجيب هدف جميل لتلعب التمرير في العمق سيطر عليها بالراحة وحطها على شمال مصطفى النادي الأقلي بتحس الأداء كان فاتر لكن آخر عشر داي تحس بديت فيه روح أعلى شوية حمس أكتر شوية شوفنا خطورة من جنب اليمين مرتين كريم فؤاد تزديد على المرمى أبو الخير قابليها واحدة قريبة من المقاصة كانت ممكن تيجي في المرمى ولكن الشارسة مفروض تبقى أكتر شوية كنت حابب كنت نسمى في بداية المباراة ولما قلنا التشكيل أن قلبية الدفاع معتز محمد وإبراهيم عبد الحكيم كنت حابب أن واحد يبقى عنصر خبرة جنب واحد من الشباب يعني مثلا رامر ربيع جنب أي حد من الاثنين مظبوط لأن أنا قلت لك التمالي أو سيما لما يكون التغيير الكبير هنا ده الهدف بص الهدف عايزين نرجع ماشي الهدف تلعبت حلوة أوي في الجنب اليمين تدخل من إبراهيم عبد الحكيم في الأول يعني زي ما قلوا بلغة كرة باع نفسه مظبوط مظبوط ومعتز كان سايب مساحة في ضارة لعبت فيها فلورن استلم كويس قوي وحطها باقتدار يعني بيهدوء جدا على يسار مصطفى شبير صعبة انفراد كامل يعني فتدخل طبعا خاطئ من ستة واربعين لهو إبراهيم اتفتحت المساحة اللي هي في الطرف الشمالي اللي هي بين الباك والمساك قدر يسغلها بمهارة طبعا الرجل هدف بتاعهم وجايب لهم أربع تجوان في الدورة السعودي يعني بيعرف يجيب جون كرة صعبة انفراد كامل يعني ولكنه استغلها كويس النادي الآلي ابتدى شوية بعد التزديدات مش متقنة قوي بس متأخر في آخر اللقاء في الدقيقة 30 ابتدت أول تزديدة ولكن ابتدت نشاط من جبهة بتاعت كريم فؤاد لكن لازم تبقى أفضل من كده طبعا يعني طاهر لازم يتحرك أكتر من كده مودست لازم يبقى أفضل من كده شوية البن أدقهم معقول جدا بالنسبة لصغيرين مصطفى أبو الخير في نص الملعب فارس خالد واضح أنه لعب مهاري وبيعرف يتصرف في الكورة وعنده رؤية كويسة تصرف في أكتر من كورة يعني لكن ما في الشك إحنا محتاجين برضو هي تجربة إحنا محتاجين اللعبة دي تاخد ثقة ولكن برضو محتاج واحد زي حسين الشحات ينزل يعمل فرق شوية هكذا يكون فيه تغييرات في الشوية آه يعني واحد زي حسين الشحات ممكن يعمل فرق شوية وعند زي مجد قفشة ممكن يديهم سيخة شوية في نص الملعب فيعني ربنا سألوا الشرط التاني بقى أفضل إن شاء الله دكتور سابت شفت الشرط الأول إزاي خاصة زي ما قلت مع كابتن وسامة يعني كان فيه سيطرة من الخدود في أول 25 ديابة كده النادي الأهلي فرط سيطرته في نهاية المباراة ولو قلنا مكاسب الشرط الأول ممكن تكون إيه أنا شايف الشرط الأول طبعا النادي الأهلي مفتقد لريتم المطشاط مفيش رتم الفريق لسه جاي من فترة راحة أول مطش عكس فريق الأغدود فريق الأغدود عامل فترة لعبه فريق لكوموتيف الروسي وخسره منه 2-0 يعني ده تاني مطش ودي ليهم لكن إحنا لسه أول مطش ودي فيه خليط ما بين اللعيبة الشباب واللعيبة الخبرات يعني فيه خمسة شباب في الملعب بس أنا بشوف إن كان لازم ربيعة أفضل يبدأ جنب محتز محمد تدي نوع من التقل يعني لو جبنا كورة الجون هتلاقي إبراهيم عبد الحكيم باع نفسه بدري قوي ضغط بدري وبعدين الباكليفت مش موجود أصلا مازل أسامة تغطية العكسية بتاعته لو نعرض بس الجون هتلاقي تغطية العكسية بتاعته مازل أسامة مفيش وإبراهيم عبد الحكيم ضغط معتز حاول يرحل عشان يغطي عليه مازل أسامة متأخر في التغطية تلاعبت في المساحة اللي ما بينهم الجون لا يسأل عليه مصطفى شوبر لأنه انفراد تم بالمرمة يعني فده نقص خبرات نقص خبرات عند العيبة بس لازم نقول أنه لسه بدري عليهم مش عايزين برضو احنا بص بص حدك ارجع ارجع سواني معلش ارجع ارجع من الأول عند اللعبة بتاعته ابراهيم عبد الحكيم كمل 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 وقف بقى هنا وقف بص ابراهيم عبد الحكيم دخل باع نفسه يعني دخل باع نفسه مش المنطقة دي كمان وبعدين أنا ليه أخش أعمل كده يعني باع نفسه وبالتالي إسلام عبد الله برضو متأخر في التغطية معتز محمد بيحاول يغطي عليه المساحة كبيرة جدا ما بين المساك والباك طبعا قدامه هاجم روماني كان بيلعب في الجزيرة الإمارات اللي هو في لوراندا كان بيلعب في الجزيرة الإمارات قدر أنه يسجل فأنت النهاردة أخطاء دفاعية بسيطة ممكن الشوط الثاني تدي الواحد رامي ربيعة يبقى قائد في الدفاع دايما يقولك خط الدفاع لازم يبقى فيه قائد وراء ما ينفعش يبقى كلهم مفيش حد فيهم خبرة يعني الاثنين المساكين لازم يبقى فيه ليدر الحاجة التانية أنا شايف أن فريل أخدوط ضغط علينا بشكل كويس جدا في الشروط الأول معنا حالة في الدياعة 3 لو نقدر نستعرض الضغط ضغطوا بشكل كويس في الشروط الأول عملوا ضغط عالي بشكل كويس علينا لكن أنا شايف النادي الأهلي مفتقد للرتم ومفتقد لصنع ألعاب مفيس صنع ألعاب في وسط الملعب يعني بص حدك هنا نكمل شوف ضربة المرمى والضغط بتاعهم عامل إزاي؟ يعني هاتها من الأول ضربة المرمى ماشي بعد كده نكمل هنلاقي بعض اللعبة النادي الأهلي محتاج أفشة في وسط الملعب ينزل يديك توقل شوية بالنسبة للناس اللي محتاجها الأهلي في الشروط التانية كابتن السامة وإحنا عندنا ديكة المدلاء فيها مصطفى مخلوف وحزم جمال اتنين في حراسة المرمى رمي ربيع حسين الشحات محمد كريستو مجد أفشة وسام أبو علي أحمد عبدين عبدالجاد عبدالرحمن اسلام عبدالله واسلام عبدالله ده واحد برضو بيلعب مساك يوسف عبدالحفيز وأحمد طعيمة مين ممكن من الأدل أهلي يعني يحتاجهم كولر في الشروط التاني اسلامة ده ماتش إعداد يعني ماتش تجهيز فهي رجع على المفهوم مستر كولر يعني ممكن انت لو هتغير عشان تعدل نتيجة المباراة يبقى لك فلسفة ولو انت عايز تختبر بعض اللعيبة وتخليهم يكملوا فهي برضو هتتوقف على فلسفة مستر كولر في المباراة إيه لكن لو انت عايز ترجع للمباراة كنادي أهلي يعني كنتيجة أولا رامي ربيعة يلعب بدل واحد من قلبي الدفاع هيعمل توازن في نص الملعب في الخط الخلفي حسين الشحات هينزل مكان واحد من فرس خالد أو مصطفى أبو الخير على الأقل التغييرين دولت ممكن يعملولك تقل شوية في نص الملعب ممكن طاير هو اللي يرجع لورا حسين الشحات يطلع للجنب الشمال أو العكس ممكن تعمل توازن يبقى فيه اتنين خبرة شوية في نص الملعب زي السولية وحسين الشحات مثلا ووستوهم مصطفى أبو الخير أنا بتكلم أنت لو عايز ترجع لنتيجة المباراة ممكن تأفشى ممكن بعد عشر دايق ولا حاجة يبتدي ينزل فهي برضو متوقفة على فلسفة الراجل لأنه أنت هو فلسفته من بداية المباراة أنا عايز أشوف لعبين شباب أيها مصبوط أنا في نص التشكيلة بلعب خمس لعبين صغيرين في السن مصبوط أنا بس بوضح للسادة المشاهدين أنه أنا أقصد إيه لو أنا في ماتش رسمي يعني أنا متأخر وعايز أعمل تغييرات هيحصل 3-4 تغييرات تمام بس ممكن يكون هو مستر كولر بيفكر لا أنا أدي مثلا للولاده لأكتر حتى لو واحد أدقه وحش أو حتى زي ما الدكتور قال أنه مثلا إبراهيم عبدالحاكم دخل في توقيت وغلت لا ما خليه كام يعني أنا أقصد أنه فهي بس هي متوقفة على كده لكن نادي الأهلي عنده بعض اللاعبة اللي ممكن يفرقولك جدا في الأداء حسين الشحات أفشا رمي ربيعة كريستو كريستو طبعا لو نزل مثلا لو مثلا طاير فضل بالحالة دي طاير برضو مش متحرر أو النهاردة مودست مش متحرر أو النهاردة ممكن ينزل واحد رأس حربة بس هل هتبقى من بداية الشرط على طول ولا هيدين فرصة تاني أنه أداءهم يتحسن الشرط التاني تأكيدا لكلام حدك ممكن يكون مرسل كولر عنده فكرين فكري يقولك ممكن أنزل فريق تاني الشرط التاني خاصة إن أنت عندك 12 اللاعب على الدكة وفيهم كذا مركز فممكن يعمل كده هو في الأول وفي الأخر ضمتش تجريبي أيوه يعني الناس برضو لما بيكيام اللاعب إحنا بنقول برضو مكاسب فيه اتنين لعيبة كويسين ظهروا من الشباب بشكل كويس سواء مصطفى أبو الخير رقم 44 لعيب رقم 6 واللي هو رقم 6 في الملعب رقم 44 وفارس خالد اللي هو اللعيب رقم 48 ظهر برضو بشكل كويس بس فيه تغييرات بتمنى شوفه صراحة يعني كريستو بقاله فترة طويلة أو بعيد أتمنى شوفه ياخد فرصة بشكل كويس حسين الشحات رمي ربيع عورة يعمل لك شكل الدفاع بالشكل كويس برضو فيه أفشا ممكن نشوف وسمى أبو علي في الشط التاني آه ممكن ده أكيد ولا ممكن يدي 90 ديئة لمدست في المباراة اليوم أو تتمنى يا كبير سامي أنا أعتقد أنه ها يدي له سامي ممكن ما يبدو لش فترة طويلة ممكن يدي له مثلا 20 ديئة ممكن يدي له 25 ديئة يدخلوا في إحساس أنا متوقع كده بس برضو في النهاية زي ما الدكتور قال وانت قلت دي مرحلة معسكر تجريبي ويجرب ناس فهي فلسفته في أن أنا أدي ده 90 ديئة حتى لو مش في أحسن حالاته أدي واحد صغير يكتسب خبرات فبرضو احنا مش فاهمين هو مفهومه ايه بالزبط لكن لو هو زي ما قلنا هيعايز يغير نتيجة المطش كمطش بقى مسئولية يعني أو كده لو كان المطش رسمي هيحصل 3-4 تغييرات وكلنا متفقين عليهم زي رائعا عايز أروح للجبهة اليمنى فيها أكرم توفي الجبهة اليمين أكرم توفيه وكريم فؤاد في نهاية الشيط الأول دكتور سابت جبهة دي عملت كذا هجمة كرات عرضية تزديد من ناحية تليمين بدأت تفوق عكس الجبهة للشمال اللي فيها مازن أسامة وطاهر محمد طاهر الجبهة الشمال مش شغالة خالص عندنا سواء مازن أسامة أو طاهر لا مش شغالين خالص أكرم توفيه برضو بيقاف كتير مش شغال هو الوحيد اللي شغال فيهم كريم فؤاد هو الوحيد اللي تحس بيعمل جبهة بيعمل اختراقات حتى فيه لعبة فيها شك ضرب الجزاء اللي هي لعبة برضو من الألعاب المهمة كانت في نهاية الشيط الأول وبرضو اللعبة دي دي من الألعاب بص هنا فيها شك برضو يعني هو وصل للقرة الأول بص يا كابتن أسامة وصل للقرة الأول كريم فؤاد بعد كده المدافع دخل عليه اللي هو المدافع الروماني فدي فيها شك برضو فده أحسن واحد كان في الجنب اليمين كان كريم فؤاد لكن الجنب الشمال أنا شايف مازن أسامة كان لسه وطاهر محمد طاهر برضو لسه ما ظهرش بشكل كويس بالنسبة للدكة عشان برضو الناس تكون عارفة الأسماء المتواجدة على الدكة عندك أحمد عبدين مدافع ممكن ينزل مكان قلبين الدفاع ورامي ربيعة مدافع يبقى فيه 2 مدافعين فيه عبد الجواد عبد الرحمن ده ظهير أيمن ممكن ينزل مكان أكرم توفيق إسلام عبد الله ده باك شمال ومساك نحية الشمال برضو اللي هو الإسلام عبد الله فيه يوسف ساد عبد الحفيز بيلعب 6 و8 وبيلعب ظهير أيمن فيه أحمد طعيمة لعيب وسط ملعب ده برضو ممكن نشوفه من مواريد 2003 فيه أحمد عبدين مساك فيه طبعا المهاجم الفلسطيني الجديد وسامة بوعلي فيه محمد مجدي أفشة تغيير أنا شايف أن أفشة لازم ما بين الشطيج محتاجين واحد يزبط إقاع الفرقة ويبدأ يعملك توزيع للعب كريستو مهم جدا ممكن ينزل مكان طاهر يديك نفس قدام حسين الشحاب بخبراته فالدكة فيها أسماء كويسة وممكن برضو نشوف مصطفى مخلوف ياخد برضو بعض من الوقت مع مصطفى شبير طيب كابتن أسامة أخيرا الهدف صعب على مصطفى شبير يعني انفراد تام لا انفراد تام والراجل عنده وقت يفكر يعني مش حد ضغط عليه مش تحت ضغط من مدافع فممكن يتصرف بسرعة لا ده انفراد تام وهو عنده حرية التصرف فاستلم وبهدوء جدا على شمال مصطفى صعب على مصطفى شبير يعني انه انفراده يعني صعب يعني هدف حلو من من الرقم تناسي اللي هو الرقم عشر بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كابتن أسامة عرابي دكتور أحمد سابت نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل معلقنا كابتن علامة ولي ونشوف حضراتكم بعد نهاية مباراة الاهل أمام الخدود السعود